هذا يعتبر من أفضل اللابتوبات في ممارسة الأعمال إن ما كان الأفضل ومعروف جداً وهو سلسلة الثينكباد من لينوفو واشتهر بعبه نقطة حمراء على الكيبورد لكن لينوفو قدمت نسخة بنفس القوة والأداة مع مميزات إضافية مع شكل جميل ورائع وأطلقوا عليه لينوفو ثينكباد إكس ناين حياكم الله أكيد كثير من اللي شغالين في الشركات الكبرى أو المنشآت الرسمية يعرفون هذا اللابتوب اللي هو الثينكباد اللابتوب هذا بصراحة فيه مميزات تختلف عن كثير من اللابتوبات الأمان، الكفاءة في الأعمال، التوافقية مع الشبكات سواء شبكات صغيرة أو الكبيرة وأيضاً مفيد لرواد الأعمال أو مجملاً في قطاع الأعمال ككل لكن النسخة اللي معنا اليوم وهي ثينكباد إكس ناين فمثلاً لاحظوا كيف لوحة المفاتيح مشابهة لتصميم الثينكباد الأصلي الجهاز هنا يجي أنحف بكثير وخفيف جداً وطبعاً البعض بيتساءل إذا كان نحيف وين بيكون أماكن المنافذ اللي نحتاجها فلو تلاحظون موجود عندنا مثل الشريط بأسفل اللابتوب واللي ساعده يكون مرتفع شوي وبنفس الوقت الشريط هذا يعطي المراوح مساحة حتى توفر لللابتوب التبريد المطلوب وبنفس الوقت المنافذ اللي موجودة كما هي وظاهرة بالشاشة أيضاً من البودي بالأسفل بنلاقي منافذ سبيكرات واللي تعطي صوت محيطي ومسموع من كل الجهات عندنا منفذ 3.5 mm اللي هو آوديو جاك وعندنا منفذ الـ USB Type-C وعندنا منفذ الـ HDMI وأيضاً منفذ ثاني الـ USB Type-C تستخدمها للشحن وعلى فكرة الشحن اللي يجي معاه بقدرة 65 واط من خلف الشاشة تلاحظون فيه بروز خفيف هذا مكان الويب كام وما اكتفوا فقط بالويب كام موجود أيضاً مستشعرات واللي بتفيد بالأمان وأيضاً الخصوصية وهذا الموضوع مهم جداً للأعمال مساحة التراكباد كبيرة وجداً رائعة وهذا اللي يحتاجه المستخدم في الأعمال وفي التحريك للموس من ناحية الأداء لازم نتكلم عن المعالج المعالج المتوفر من أقوى المعالجات وهو المعالج Intel Core Ultra ويدعم أيضاً الإيفو وهذه سلسلة شهادات واعتماد تعطى للجهاز اللي يتوافق مع الكفاءة استهلاك الطاقة سرعة الشحن والشاشة والصوتيات والأداء عموماً اللي يعجبني ويميز أجهزة اللينوفو ThinkPad أنك تقدر تخليها مسطحة بالكامل الشاشة مع الكيبورد وهذا اللي بيسهلك أنك تربطها مع مونيتور أو شاشة أخرى أو حتى شاشات متعددة نجي الآن نتكلم وش اللي يميز هذه النسخة من ThinkPad أول شي عندنا دمج كامل مع الذكاء الاصطناعي سواء الجهاز يدعمها كشريحة بالإضافة إلى نظام الكو بايلت مع وجود زر الكو بايلت وكيد تعرفون الآن أصبح يدعم كثير من البرامج والتطبيقات ويساعدك في تسريع وتسهيل أعمالك عندنا ميزة Smart Moods أو الأنماط فإذا كنت بالعمل راح تخليه على نمط محدد رحت للبيت تبغى استخدام شخصي تغيره إلى نمط مختلف ممكن أنت صانع محتوى وعندك عمل بنفس الوقت فتغير النمط هذا اللي يغير أداء الجهاز يوقف أداء أو استهلاك بعض التطبيقات أو البرامج اللي ما تستخدمها في هذا المود وينقلها إلى مود آخر فهو يتعرف إذا أنت قريب للشاشة ينبهك إذا جلست فترات طويلة يقول لك خذ راحة حتى يخليك فجأة كده وأنت منغمس في العمل يقول لك لحظة أنت هنا بتضرر مثلا عينك أو بيصيبها إجهاد فحاول إما أنك تباعد قصر الإضاءة أو وقف شوي وريح ميزة جميلة جدا أيضا من المميزات لما تدخل الاجتماع دائما تلاقي الشخص يروح يمين يسار يحاول أن يوزن نفسه بوسط الكاميرا لا هو من نفسه الذكالة الصناعية يحاول يقرب يحطك في السنتر وبالإضافة النقطة مهمة جدا أنه بالذكالة الصناعية يعطي التقاط جيد لصوتك سواء أن كنت على جنب الجهاز أو مقابل للشاشة حتى يصل الصوت للمتلقي بشكل أفضل وحدة من المميزات التي تزيد الإنتاجية وجميلة جدا تخليك متصل بهاتفك بنقرة وحدة أو نقول حركة وحدة وهذه الميزة بالتعاون مع أنتل وهي يونيسون وعندك زر الفانكشن أول ما تضغطه يفتح برنامج اليونيسون وتكون محملة قبل كده على جوالك أول ما تقرب للشاشة وتسوي النقرة كده بسيطة على طول راح ينتقل الملف اللي أنت فاتحه بدل ما تفتح إيميل وترسل الصورة أو ترفحها على درايف وتقول بحملها من الكمبيوتر وشغلانة لا بس تقق كده خفيفة على الشاشة وعلى طول في أقل من ثانية يوصل للملف من ناحية الهيكل الخارجي أكيد لاحظته النحف جهاز نحيف جدا فبسيط تاخده معاك تتنقل وغالبا بيئة الأعمال تحتاج إلى تنقل من المكتب إلى اجتماع خارجي بتلتقي مع عميل في مطعم في كوفي بتزور شركة فتحتاج جهاز خفيف ونحيف بنفس الوقت وبما أنه يخدم شريحة الأعمال فأكيد نقطة مهمة وهي الأمان والخصوصية فويش يقدم لنا؟ طبعا يقدم لنا مثل سلسلة ThinkPad وهي جدار الحماية القوي Think Shield أو الدرع الخاص بThink عندنا شريحة الـ TPM عندنا الجهاز النفسه في حماية على كل القطع يعني لا سمح الله حتى لو سرق جهازك وحاول شخص أنه ينتزع الـ Hard Disk أو سعة التخزين راح تتعطل كل شيء فهو ما راح يقدر يفكه أو يحصل على بياناتك الخاصة والسرية اللي موجودة في الجهاز النقطة الثانية الحماية والأمان في الشبكة ونعرف أنه بيئة الأعمال دائما أنت إذا كنت في شركة موظفين ثلاثة أربعة فلازم يكون بينكم اتصال آمن جدا لإرسال الملفات الإيميلات التصفح وغيرها فهنا أنت بتطمن أكثر من أنك تعطيهم لابتوب مخصص للاستخدام الشخصي نجي الحين نتكلم عن العتاد الداخلي في جهاز ThinkPad X9 عندنا المعالجات إلى الجيل الثاني من Intel Core Ultra 7 Processor سمك الجهاز 17.71 ميلي أما الوزن أقل من كيلو أربعمائة جرام معظم هيكل الجهاز من الألمونيوم المعاد تصنيعه وأيضا البلاستيك المعاد تصنيعه الشاشة تدعم معدل تحديث بيانات إلى 120 هرتز نظام التشغيل الموجود في ويندوز 11 برو عندنا مساحة تخزين إلى 2 تيرابايت من نوع M2 كاميرا الجهاز أو الويب كام تصل دقتها إلى UHD 8 ميجا بيكسل موجود فيها عدة مستشعرات العمق والأشعة تحت الحمراء وخاصية الإي شتر اللي تفصل الكاميرا تماماً الجهاز بصراحة جداً رائع وأعتقد أنه سلسلة الثينكباد معروفة عند قطاع الأعمال واللي يشتغلون في قطاع الأعمال من إنتاجيته وكفاءته وكيف يدوم معاهم لمدة طويلة فما بالكم مع تصميم جميل وإضافة الذكاء الاصطناعي وتحسينات في أماكن الأزرار ومع سمارت شير الآن بتكلم لكم عن خدمات ما بعد البيع وكثير مننا إذا يبغى يشتري جهاز يبي يطمن أنه بعد البيع هل أنا راح أحصل على ضمان وش الخدمات والمميزات الأخرى اللي راح تستمر علي وكمل مدة طيب لينوفو يقول لك إذا أنت حصلت على جهاز تينكباد إكس ناين راح نعطيك خدمة دعم بيمير بلس هذه تعطيك ثلاث سنوات من الدعم أول شيء إذا صادفت أي مشكلة لا سمح الله راح يكون متاح لك أنك تدخل مع مهندس من لينوفو أونلاين يدخل على جهازك ويحاول يكتشف الأخطاء إذا كانت المشاكل في برنامج أو سوفتوير ويصلحها لك طيب اتضح أنه المشكلة قد تكون قطعة من قطع الجهاز راح يوجهك على مركز الصيانة مركز الصيانة اللي يعتبر مركز دعم متقدم يعني متاح على مدار الساعة طوال أيام السنة وعندهم رقم هاتف مخصص عندنا دعم شامل للأجهزة وبرامج الشركة المصنعة الأصلية غير أنه عندهم أولوية للي معاه بريمير بلس أولوية في قطع الغيار وعندهم أيضا خدمة التوصيل في الموقع في يوم العمل التالي خلص يجب أنه لك بكرة وأنت مكانك يعني عندنا ضمان بطارية لمدة ثلاث سنوات غير أنه ضمان بطارية ممتد لسنوات إضافية في عندهم أيضا حماية من التلف العرضي طيب خلصت الثلاث سنوات يقول لك تغطي التلف العرضي الذي يتجاوز فترة الضمان يعني أكثر من كذا ما فيه آخر شي عندنا إذا أنت خايف مرة على ملفاتك يحق لك إذا جاء يأخذ أو تعطيهم جهاز بيروح للصيانة تقدر تحتفظ بمحرك الأقراص بحوزتك في حال تعطل محرك الأقراص رح أرفق لكم رابط فيه مواصفات كل الجهاز والموضوع المهم جدا أنه هذه النسخة متوفرة حتى عند الموزعين من المتاجر المعروفة فهذه فرصة رائعة للأفراد اللي يبحث عن جهاز مناسب للأعمال والاستخدام الشخصي إذا أعجبكم الفيديو لا تنسون تضغطون زر الإعجاب وتشاركونا مع أصدقائكم وإحبابكم ويشرفني أنكم تشتركوا في القناة أو تتابعون أحد حساباتي اللي رح تظهر على الشاشة ألتقيكم إن شاء الله في مراجعات أخرى في أمان الله